في هذا الدرس سوف نشرح تنظيم DNA من المهم أن تدركوا أن الجينات في أي كائن حي لا تنسخ أو تترجم في نفس الوقت حيث أن ذلك يعتمد على نوع الخلية التي يوجد بداخلها DNA كما يمكن أن يعتمد ذلك على البيئة التي يوجد فيها ذلك الكائن الحي مثلاً فكروا في كائن متعدد الخلايا وافترضوا أن هذه الخلية من خلايا الجهاز المناعي لذلك الكائن الحي وهذه خلية من خلايا الجهاز العضلي ولهاتين الخليتين DNA نفسه وبما أنها خلايا حقيقية النوع فلابد أن لكل واحدة منها غشاء خلوي مثل هذين الغشاءين ولكن دور كل خلية من هذه الخلايا داخل هذا الكائن الحي يختلف جداً عن دور الأخرى ولأن لكل واحدة منهما تركيب مختلف فلابد أن كل واحدة تنتج بروتينات مختلفة باستخدام إنزيمات مختلفة داخل العصارة الخلوية لكل منهما ولأن الجينوم أو المادة الوراثية في كلتا هاتين الخليتين هو ذاته فلابد من تنظيم الجينات بطريقة تسمح بمعرفة أي من الجينات يمر في عمليتي النسخ والترجمة وأيها لا يمر بهما والأمر ذاته ينطبق على الكائنات الحية وحيدة الخلية مثل البكتيريا هذه خلية بكتيرية وهذا يعني أنها تملك خلية واحدة فقط غير أن هذا لا يعني أنها سوف تقوم بنسخ وترجمة جميع جيناتها في الوقت نفسه مثلاً على أحد كروموسومات هذه البكتيريا يمكن أن يوجد جين معين مسؤول عن هضم نوع معين من الغذاء وذلك في حال وجود هذا الغذاء ويهتمل أيضاً أن تكون هناك عدة جينات مسؤولة عن هضم النوع ذاته من الغذاء وحتى في هذه الحالة فمن الممكن أن تنسخ هذه الجينات في نفس الوقت أو لا تنسخ في نفس الوقت؟ ويمكن أن توجد بعض الجينات المسؤولة عن التحكم بالضغط فتعمل على إبطاء عملية الخلية مؤقتاً فإذا كانت الخلية تمر بنوع من الضغط يتم التعبير عن هذه الجينات أما إذا كانت لا تمر بأي نوع من الضغط فلا يتم التعبير عن هذه الجينات بالمثل إذا كان نوع الغذاء الذي تتحكم هذه الجينات بهضمه موجوداً فسوف يستدعي ذلك الحاجة إلى نسخ هذه الجينات أما إذا لم يكن ذلك الغذاء موجوداً فلن يكون هناك داعي لنسخها وهذا هو ما يعنيه تنظيم عمل DNA سواء في الكائنات الحية ذات الخلايا حقيقية النوع أو الكائنات الحية بداية النوع لكننا في هذا الدرس سوف نركز بشكل أكبر على الخلايا بداية النوع وفي الدروس السابقة التي تحدثنا فيها عن عمليتي النسخ والترجمة ذكرنا وجود ما يسمى بالمحفز وهو عبارة عن سلسلة نيوكليوتايدية أو جين داخل DNA يشكل جزءاً من الكروموسوم وهذا هو المكان الذي يرتبط به البولوميريز RNA وعند ذلك تبدأ عملية نسخ الجين وكل محفز يرتبط بجين واحد من الخلايا حقيقية النوع ولكن في الخلايا بدائية النوع مثل الخلية البكتيرية عادة ما يتكفل محفز واحد بمجموعة من الجينات وهذا المحفز يسمى سلسلة DNA تنظيمية وهو يقع هنا في الرسم الذي أمامكم وعندما يرتبط بيلوميريز RNA معين بعدة جينات بتحفيز من المحفز يكون تركيباً يسمى أوبرون وهو الذي يبدأ عملية النسخ وعندما تبدأ عملية النسخ تنتقل المعلومات الوراثية في DNA إلى RNA الرسول والذي يذهب إلى الريبوسوم كي تبدأ عملية الترجمة والتي تأخذ الأحماض الأمنية المحمولة من جزائيات RNA الرسول وتحولها إلى بروتينات وتكون لهذه البروتينات وظائف إما داخل أو خارج الخلية وهذا رسم آخر يوضح اتصال الريبوسوم بسلسلة DNA تنظيمية أو المحفز لكي تبدأ عملية النسخ وإنتاج RNA الرسول ثم يشفر RNA الرسول المعلومات في هذه الجينات ولكن في بيئات معينة لا يكون هناك داعي لنسخ سلسلة معينة من الجينات وعند ذلك يبدأ عمل بروتين يسمى المانع والمانع يرتبط بـ DNA بعد المحفز ما يؤدي إلى عاقة قدرة بوليميريز RNA على النسخ أما سلسلة DNA التنظيمية التي يرتبط المانع بها فهي تسمى المشغل وتوجد آليات معينة لفهم البيئات التي يستطيع لبروتين المانع القيام بعملية فيها مثلاً يمكن لمانع معين أن يقوم بعمله فقط في حال اتصال جزائيات أخرى به وهذه الجزائيات الصغيرة المتصلة تسمى مانعات مساعدة وأحياناً يمكن أن تعمل أحماض أمينية مثل تريبتوبان عمل مانع مساعد وفي حالات أخرى يحدث العكس تماماً إذ تكون عملية النسخ مكثفة وفي هذه الحالة يوجد ما يسمى المنشط ويرتبط المنشط بسلسلة DNA التنظيمية التي تقع هنا وهذا أمر إيجابي فكلما وجد المزيد من المنشطات ازداد النسخ وكذلك يمكن أن توجد على المنشط جزائيات صغيرة تسمح له بالقيام بعمله بشكل أفضل وهذه الجزائيات الصغيرة تسمى معززات ويمكن أن تكون هذه الجزائيات نوع من السكريات أو غيرها وبوجود هذه العوامل جميعها تتم عملية تنظيم DNA وهكذا ينتهي الدرس ترجمة نانسي قنقر